موسيقى أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية والبداية نستهلها بأبرز العنوين المكلة تحتفي بالذكرى الثالثة لتحرير ساحي حضر موت وتشهد حفلا خطابي وعرضا عسكري وكرنفالي المنطقة العسكرية الثانية تختتم البطولة تنشيطية التخصصية لألعاب القوى مسيرة احتفالية حاشجة بالدرجات النارية للاحتفال بذكرى التحرير بالمكلة موسيقى أهلا بكم نعم محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الشخصية الإدارية والاجتماعية بوادي حضر موت جعفر عبد الله بن سند الذي انتقل إلى جوال ربه عن عمر ناهز الثمانين عاما ورفع المحافظ خالص العزاء إلى أولاد وأسرة الفقيد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جنات ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون شهدت مدينة المكلة اليوم حفلا خطابي وعرضا عسكري وكرنفالي بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلة ومدن ساحل حضر موت من عناصر تنظيم القاعدة في الرابع والعشرين من شهر إبريم من عام 2016 ويأتي هذا الحفل برعاية رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وفي الحفل الذي أقيم بمعسك اللواء الريان ألقى محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكين فري سالمين البحسني كلمة رفع في مستهلها التهاني لرئيس الجمهورية مناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدين ساحل حضر موت وقال المحافظة البحسني يظل الملف الخدمي وتطوير مستوى الخدمات في المحافظة هو الجانب الآخر الذي لا يقل شأنا وأهمية ونشير بأننا لم نقف عن حدود تحقيق الأمن والاستقرار لكننا عملنا بشكل جدي في اتجاه تحقيق البنية التحتية وشهد الحفل عرضا عسكرية لوحدات رمزية من ألوية المنطقة العسكرية الثانية والأمن والشرطة بساحل حضر موت أظهرت مدى الاستعداد الدائم والجاهزية القتالية كما تم استعراض المركبات الآلية والمعدات العسكرية المختلفة وقدمت دفع شهداء حضر موت عدد من الفقرات القتالية مع ترديد الشعارات الوطنية المصحوبة بالموسيقى العسكرية وجرى خلال الحفل تقديم محاكاة لعملية نزع الألغام من قبل الشعبة الهندسة وعملية إطفال حريق شبه في إحدى المواقع من قبل رجال الدفاع المدني وألقي في الفعالية قصائد شعرية معبرة عن أهمية الحدث مستعرض تضحيات الشهداء ومواقف الأشقاء في التحالف العربي حضر محافظ محافظتي حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء روكين فرد سالمين البحسني اختتام البطولة التنشيطية التخصصية لألعاب القوى لوحدات المنطقة العسكرية الثانية حيث شهدت منافسات ألعاب القوى التي شاركت فيها تسع وحدات عسكرية من المنطقة الثانية تنافس كبير في فعاليات الجريئة المختلفة والوثب العالي والطويل وفعاليات الرمي في تطويح القرص ودفع الجلة ورمي الرمح وعقب ختام المنافسات ألقى محافظ حضر موت كلمة حي فيها الروح المعنوية العالية التي تمتع بها المشاركين في الفعاليات والأنشطة ومناسبة الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضر موت كما وجه القيادة العسكرية ببناء الصالات والملاعب الرياضية في كافة المعسكرات وتوفير كافة المستلزمات لدعم الرياضة واختتم الحفل بتكريم الفائزين في مسابقات الرماية بالأسلحة وفك وتركيب السلاح وكذل الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الثقافية والفكرية استقبل نائم مدير أمني وشرطة ساحل حضر موت العميد غيثان سالم البحسني وفد من وزارة الداخلية بمبنى الإدارة العامة للأمن وشرطة بمدينة المكلة وقدم العميد البحثني شرحا مفصلا عن سير العامة في إدارة الأمن وشرطة وكل المصالح والمراكز الأمنية في مديريات الساحل إلى جانب النجاحات الأمنية التي تحققت مع استتاب الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة كما استمع الوفد من مديري القيادة والسيطرة المقدم مرعي با خلعة ومدير إدارة شؤون الأفراد العقيد العبد با غرابة إلى شرح منفصل عن آلية العمل والإمكانيات التي تم توفيرها من قبل الأشقاء في التحالف العربي قصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبنى التأهيل وتطوير القطاع الأمني وأشهد الوفد بحالة الأمن والاستقرار التي تجهد مديريات الساحل والانضباط واليقضاء العالية ومستوى الأداء وتطور في البنية التحتية للأمن والشرطة اطلع المدير العام لمكتب وزارة الصحة العام وسكان بساحل حضر موت دكتور رياض الجريري على خطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المقترحة من قبل المختصين في التومين الطبي للمرافق والمديريات الصحية لاستقرار التومين الدوائي في المستشفيات والمرافق الصحية ووجه بصرفها مجانا من خلال الصيدليات المجانية في المستشفيات والمرافق الصحية لمواجهة الأوبئة والتقفيف عن المرضى المترددين كما التقى مدير صحة ساحل حضر موت بالبعثة الطبية الأسبكية الجديدة التي ستعمل في مستشفى الفقيد الشادلي بمركز الجوب مديرية حجر لتقدم خدماتها للمواطنين في اختصاص النساء والتوليد والتخدير من جانب آخر ترأس مدير عام صحة ساحل حضر موت اجتماعا للوقوف على مستجدات الوضع الوبائي بالمكلة والاطلاع على تقارير ترصد عن حالات الوبائية مطلعا على تقارير الوضع الوبائي في مديرية مدينة المكلة والحالات الوبائية التي تم ترصد عنها خلال الفترة الماضية القريبة وتدخلات التي تم تنفيذها على أرض الواقع مؤكدا على الاستقرار في الوضع الوبائي بحضر موت قارن التنبيل المحافظات الجمهورية الأخرى في ظل تفشي حالات الكوليرا والضنك والدفترية وعلى نفس الصعيد تفقد مدير عام صحة ساحل حضر موتى المراكز الصحية بالمكلة واختتم الجريري الدورة التدريبية التأسيسية في مجال الرعاية التكمولية لصحة الطفل التي تستهدف 30 من أطباء الساحل بتوميب المنظمة اليونسيف ندشنا مدير مكتب الصحة وسكان بساحل حضر موتى دكتور رياض الجريري بمستشفى هيئة لطب وجراحة العيون بالمكلة المخيم المجاني لطب وجراحة العيون لإزالة المياه البيطة وزراعة العدسات واخلال التدشين أكد الدكتور الجريري على الشراكة الفاعلة مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية مثلا بمستشفى هيئة في إقامة المخيمات الجراحية في طب وجراحة العيون كما أوضح المدير العام لمستشفى هيئة لطب العيون فهمي العكبر أن هذا المخيم المجاني يستهدف أكثر من 2075 حالة تم فحصهم من مناطق الحام وغير بوزير وفو القديمة حيث ستجري 538 عملية جراحية مع توزيع الأدوية والنظارات للمستفيدين تسلم مكتب وزارة الصحة العام وسكان بحضر موتى الوادي والصحراء قاطر من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بعدن واحتوى هذا الإمداد على 40 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدد من الأجهزة لفرع مركز بنك الدم وأبحاثه والمختبر المركزي للصحة بالإضافة إلى علاج إنسولي لمرضى سكري بحضر موتى الوادي من جانبه أكد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العام وسكان بحضر موتى الوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي بأن هذه المنحة الطبية ستسهم في تقفيف معاناة المستفيدين من المرضى وترتقي بالعمل في المراكز المختبرية مؤكدا في الوقت ذاته بأنه سيتم إعداد خطة توزيع لتلك المنحة على جميع المستشفيات بالوادي والصحراء والمراكز الطبية التخصصية والمراكز الصحية لتوزع مجانا للمرضى نفذ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضر موت حملات ميدانية متنوعة تشمل النظافة والإنارة ويعادة تأهيل مواقع التدشير في الشوارع الرئيسية والجولات ومثلثات التشجير بالمكلة تزامنا مع الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضر موت من العناصر الإرهابية وأصرح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضر موت المهندس فهمي بن شبراب أن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطط المرسومة لإدارة الصندوق وبدعم السلطة المحلية بالمحافظة لإظهار المدينة والرقيب بها واستحسان صورتها وأضاف بن شبراب إننا نعمل هذه الأعمال لخدمة جمال المدينة بوتيرة عالية لإعطاء مناظر جميلة وتوفير بيئة سياحية متطورة تسلم مكتب وزارة الثقافة بساحل حضر موت ديرع مشاركة من إدارة ميرجان طاقة بسلطنة عمان نظير مشاركة فرقة الجوهرة للرقص الشعبي بحضر موت في المهرجان لموسم العام الجارية حيث تسلم الديرع مدير مكتب الثقافة الأستاذ خالد القحوم من رئيس فرقة الجوهرة للرقص الشعبي طارق با كثيرة وعبر القحوم عن شكره وعظيم امتنانه لإدارة ميرجان طاقة بسلطنة عمان الشقيقة ومنسق الفرقة الشعبية والفنانين في حضر موت على تكريم المكتب ديرع المشاركة في المهرجان وكذا ما حظيت به فرقة الجوهرة الحضرمية من رعاية واهتمام من إدارة المهرجان خال فترة تواجودها بالسلطنة مؤكدا أهمية تواصل المشاركة الحضرمية في هذا المهرجان والمهرجانات العمانية الأخرى بهدف توثيق العلاقات الثقافية التي تربط البلدين الشقيقين دون شينال بقاعدة التدريب والتأهيل بشركة يمن سوفت للأنظمة المالية والاتشارات المحدودة بالمكلة فعليات الدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج المحاسبي الأول بموظفي وعملاء صندوق ودعم الشباب وتستمر الدورة على مدى ثلاثة أيام ينفذها المدرم محمد التميمي بمشاركة 12 متدربة من جهته قال بجيش شركة يمن سوفت فرع المكلة المهندس فتحي القاضي أن الشركة بادرت بتلبية دعوة محافظ محافظة حضرموت للتعاون مع صندوق دعم الشباب في إطار الشعور بالمسؤولية الاجتماعية لتدريب وتأهيل الشباب على الأنظمة الإلكترونية مشير إلا أن هذا البرنامج يستهدف 6000 طال من الجامعات والشباب الخضيجين داعي أن الشباب إلى استغلال هذه الفرصة والاستفادة منها في تطوير مهاراتهم وقدراتهم على كيفية إدارة الأنظمة المالية والمحاسبية وتعرف على ألية مدخلات المالية والمحاسبية في أعمالهم القادمة استهدف مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية النازحين والمتضررين في مدرية غيل بن يمين وحيث قام الفريق بتوزيع 1200 سلة غذائية على الأسر النازحة والمتضررة بمدرية غيل بن يمين من جانبهم أعربا مستفيدون من الإغاثات عن شكرهم لمركز الملك سلمان على تقديم الإغاثات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خرج المئات من أبناء مدينة المكلة وساكنيها في مسيرة حاشدة على متن دراجات نارية اعتفالا بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلة ومناطق ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة حيث رفعت خلالها الأعلام الوطنية وأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة ورددت خلالها شعارات النصر والاحتفال والرفض للفكر المتطرف والإرهاب وإنها تأتي كذلك تخليدا للمواقف والبطولات التي سطرها أبناء حضرموت لمقاومة وترضع ناصر الإرهاب وإنها عام كامل من العنف والقمع بدورهم عبر الشباب المنظمون للفعالية عن سعادتهم بنجاحها مؤكدين أنها عبارة عن جهود شعبية وطنية ومشاركة جماهرية شكلت نجاحا كبيرا وأوصلت رسالة واضحة للعالم نهاية النشرة نذكر بأبرد ما جاء فيها من أنبار المكلة تحتفي بالذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت وتشهد حفلا خطابي وعرضا عسكري وكرنفاني المنطقة العسكرية الثانية تختتم البطولة التنشيطية التخصصية لألعاب القوى مسيرة احتفالية حاشدة بالدراجات النارية للاحتفال بذكرى التحرير بالمكلة السيدات وسادة هذه كانت نشرة الأحبار قدمناها لكم من قناة المكلة المحلية شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة